شريف شعبان من أرض الملعب كالعادة الحقيقة الشريف حيجب لنا كل كواليس ما حدث النهاردة طوال النهار والنهاردة أيضا في ملعب المباراة فضل الشريف تعطي لك كتنسلام ولكل مشاهدات نادي الأهلي في كل مكان يوم جديد بإذن الله بإذن الله يكون يوم سعيد لجميع الأهلوية يكون يوم في سلاس نقاط وضعف إلى رصيد نادي الأهلي علشان نتوقع أو نقترب أكثر وأكثر من تحقيق اللقب الغالي عند جمهور النيادي الأهلي ملعب استاد القاهرة يمكن الآن أمامي شايف التقم التحكمي بقيادة طبعا الدولي إبراهيم نور الدين في أرض الملعب بيشوف اللجوان بيشوف أرض الملعب صراحة أرض الملعب يعني حدث ولا حرق حتى كمان بستاف فيلر اللي بيشيد جدا بستاد أرض القاهرة يمكن برضو حريص هو ومدير الكرة وباقي الجهاز كله يكونوا موجودين في أرض الملعب الآن خلينا أقول لك بقى أجواء النهاردة اللقاء كابتن إسلام يمكن الأهلي بدأ يومه في التاسعة صباحا بوجبة الفضار ويمكن الغداء كان الساعة واحدة وربع السناكس كان الساعة أربعة ونص المحاضرة خمسة وعشرين ديئة يمكن استمرت حوالي عشر دقيق طبعا فيلر أعلن فيها التشكيل داخل الكويس لسه ما نعرفهش طبعا بس هنعرفه بعد قليل التحرك كان الساعة خمسة ونصف وخمسة تحركنا ستة إلا التلت بالتحديد يمكن الفندق كان لسه جديد يمكن تاني مرة الأهلي بينزل فيه فندق يمكن في التجمع الخامس قريج جدا من شارع التسعين يمكن الأهلي يمكن وصل في حوالي عشرين دقيقة فندق هادي فندق كويس فندق على أعلى أعلى مستوى يمكن أهدى شوية من الفندق الأهلي بيعط فيه تعارف مستر فيلر طلب من مدير الكورة طبعا الكابتن سايد يكون الفندق يكون هادي عشو خاطر لعيب النادي الأهلي لما تحركوا في وجبات الأكل ما يكونش فيه ناس كتيرة نزلاء كتيرة يقدروا تسواروا مع اللاعبين ويخرجوا اللعيب عن تركزه ويمكن أن كان طلب مستر فيلر طبعا وعلى طول كابتن سايد الجازي الإداري على طول بيلبط طلب في أقل من دقائق وكان توفير فندق على أعلى مستوى طبعا لعيب النادي الأهلي والنهاردة تاني ممباراة قاعدين فيه خلينا أقولك يمكن النهاردة كان فيه تمرين صباحي للعيبة خارج التسعتاشر لعب اللي اختارهم مستر فيلر وطبعا كان بيخود هذا التمرين الكابتن سامي وأمصانه بعد انتهاء التمرين كان حريس يكون موجود معي طبعا الجهاز الفني في الفندق اختار تسعتاشر لعب طبعا هيخرج علي لطفي وهيكون موجود الشيناوي وشريف إكرامي لقائمة التمنتاشر يمكن النهاردة فيه أنباء كتيرة بتقول أن ممكن نلاقى أزاره بيبدأ ممكن نلاقى أحمد فاتحي في مركز السردباك وارد ممكن نلاقي في البقريت وارد لسه هنعرف بعد قليل بس يمكن الشكل العام بيقول أن أزاره احتمال يقود هجوم النادي الأهلي اليوم بكرة مفيش راحة بكرة على طول الجهاز الفني قرر أن بكرة يكون فيه تمرين طبعا استعدادا لمباراة الإسماعيل اللي هتكون يوم الخميس عهد النادي الأهلي مفيش أجازات مفيش راحات كل يوم تمرين ضغط المباريات المباراة متتالية كل تلات أيام مباراة نتمنى بإذن الله رب النهاردة التوفيق يكون من نصيب النادي الأهلي ويكون النهاردة يوم سعيد لجميع الأهلوية كابت الإسلام معاك لو فيه أي استفسار أي حاجة معاك طيب شريف الحياة النهاردة كالعادة الكل ينتظر هذه المباراة من وجهة نظرك وانت دائما ما تكون مع اللعبين لعبين مركزين اللعبين بيفكروا إزاي في هذه المباراة فيه ناس تقول لك المطشة سلو سهل فيه ناس تقول لك المطشة سلو صعب طرق العشري مع حرص الحدود دائما بيبقى فيه يعني لعبك كده في المباراة انت شايف الأجواء إزاي وانت دائما متواجد مع الفريق خليني أقول لك كابت الإسلام لعب النادي الأهلي يمكن الواحد بيشوفهم في الغدى بالتحديد بيبان على الهجوه التركيز أو مثلا ممكن يبقى فيه كلام مع اللعبين بيتكلموا بعض كتير لا بيبقى أنها ملاحظ في الفترة الأخيرة ممكن مستفرر المدرسة أنها بيحبش اللعبين بيتكلم مع بعض كتير بيحب التركيز ثم التركيز اللعبين مركز داخل المباراة مركز وأكبر دليل على كلامي طلبوا تغيير فندق الإقامة لأن الفندق كان فيه نزلاء كتيرة وعملين يعني كل شوية بيعملوا دوشة اللعب النادي الأهلي فقال لك لا لازم يبقوا في عزلة أو محدش يقرب منه عشان تركيزهم الكامل وبالفعل النهاردة في وقبة الغدى في وقبة الخفيفة الكوفي بريك التركيز بين على وجوه اللعب النادي الأهلي يمكن الكلام قليل جدا مع بعضهم كله بيتكلم لو كلموا بيتكلموا في هذه المواجهة أن طبعا فريق حرس حدود فريق قوي جدا بيقوده طبعا فنين الكابتن طريق العشر مدير فني كفء ومدير فني كبير ويمكن تتنمز على إيد السعلة طبعا منويل جوزيه يمكن البعض بيكلم من المواجهة صعبة ولكن النادي الأهلي أهلي لها وبإذن الله بإذن الله ما فيش فريق بإذن الله يوفق دام النادي الأهلي بإذن الله ويكتسح جميع الفرق يارب إن شاء الله شكرا جزيلا